قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتكليف الحكومة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تقوم بها المدريات والإدارات التعليمية لضمان جاهزية المدارس قبل بدء الدراسة وخلال ترأس مجلس المحافظين صرح رئيس الوزراء بأن الحكومة بصدد وضع لمسات نهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء وأن هناك تنصيقا مع مجلس النواب يهدف إلى التوافق على المواد المطروحة بما يصهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون أهمية المعارض التي تم افتتحها خلال الفترة الأخيرة لتوفير احتياجات المدارس وكذا توفر مختلف أنواع السلعة والمستلزمات الأخرى بأسعار مناسبة والتي تستهدف إحداث توازن في الأسواق مشيرا إلى أهمية استمرار هذه المعارض وزيادة عدد المنافذ التي تقدم من خلال هذه المنافذ وتقدم السلعة المختلفة